حرب مستعرة تشهدها منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد إعلان تحرير الموصل بينما بات يعرف بالجيوش الألكترونية التي تعمل على تسقيط الخصوم من السياسيين والمسؤولين في الدولة تلك الظاهرة المتضخمة نتيجة المال السياسي تورط فيها الكثير من الصحفيين على مختلف مستوياتهم بحسب عميد كلية الإعلام الذي يرى أن ما يحصل يهدد بشكل جدي مستقبل الصحافة في العراق هذه لم تعد حالة وإنما فعلا تحولت إلى ظاهرة واسعة النطاق أكثر المكونات السياسة بالشخصيات البارزة بهذه الكتل بدأوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتسقيط السياسي لفبركة أخبار معينة وهذه الظاهرة تسقط الصحافة بنظر الجمهور وبعد ذلك أنه تفاقم الصراعات وتضيع تحت هذه الأنقاض الحقيقة صحفيون متابعون لهذه الظاهرة أشاروا إلى أن الوضع الاقتصادي المترد للصحفيين دفعهم للقبول بهكذا عمل شبيه بالارتزاق حسب وصفهم فضلا عن غياب المعايير والأخلاقيات الحاكمة عند أغلب المدونين والصحفيين المتورطين بهذه الجيوش الخشية في اتجاهين الأول خشية على الواقع الصحفي العراقي أن الصحفيين العراقيين أو بعضهم أصبحوا مرتزقة باعتبار أنهم عندما يبيعون مهنيتهم وحرفيتهم من أجل المال فإنهم لمن يدفع أكثر فإنهم لن يستطيعوا أن يقدموا شيء للصحافة الحرة ولحرية التعبير في العراق الخطر الثاني أنهم يمارسون دورا تسقيطيا وهذا الأمر لا ينتج فرصة لبناء دولة عراقية لأنهم يذهبون باتجاه إسقاط الرموز وشخصيات سياسية ومنافسين سياسين وبالتالي وكان لنا في دوامة وفي حرب بمعنى آخر أننا لا نريد أن ننتج نخبة سياسية فاعلة لبناء الدولة التخفي وعدم معرفة الشخصيات التي تقف خلف هذه المنصات أغرى بعض الصحفيين للعمل ضمن هذه الجيوش سيما وإنما يدفع لبعض الأسماء المعروفة كبيرة جدا وتحقق التقرب من السلطة والحلول لهذه الظاهرة صعبون في ظل المطالبة بحرية التعبير أعرف الكثير من غير المحتاجين للمال لأنهم يعملون في مؤسسات ربما ضخمة وتدر عليهم أموالا أو رواتب جيدة لكنهم للأسف انخرطوا في مثل هذه النشاطات ربما لضعف في نفوسهم أو للتفضيل أو ربما نعم هناك نوع من التقرب إلى السلطة وبعض الشخصيات محابات بعض الشخصيات والأحزاب السياسية من أجل مصالح ضيقة لا ندعو إلى تضييق على الحريات ولكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يسمح لمثل هذه الصفحات المشبوهة بأخذ دورها من بغداد وليد الشيخ الحرة